معنا في هذا الحدث نحب نرحب بكل محاضر وجنسية بلدة اللي نفرح بيها ونفرح بانضمامها لهذا الحدث اللي جمعنا شرقا وغربا ولم كل البقاء العربية والمحاضرين من أقصى الأماكن شرقا وغربا شمالا وجنوبا جزاكم الله وكل خير وإن شاء الله يا رب في ميزان حسناتكم دكتور أحمد المحاضرة المتظرة اللي ينتظرها مئات الأطباء ومتشوقين جدا اللي سماعها ليك المايك دكتور وتوكل على بركة الله شكرا جزيلا من ديرتور نبراس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمانة الأعزاء من كل مكان في الوطن العربي السلام عليكم ورحمة الله الحقيقة والله يعني يعلم الله مدى الفرحة اللي واحد فيها النهاردة وهو موجود وسط حضراتكم يعني وبحب أهني ديرتور نبراس على الرحلة المؤتمر العظيم اللي هو عامل للأيدك خلال شهر رمضان الحقيقة أنا واحد من المتابعين اللي من أول يوم متابع للمؤتمر من أول يوم الله يسلم بسم الله من شاء الله يعني نجاح رهيب جدا أتمنى لك كل توافقه رب ومن أحسن لأحسن بإذن الله الله وأنا سعيد والله جدا وأنتشرف جدا جدا أنا واحد من ضمن الناس اللي موجودة في المؤتمر دوت وأتمنى يعني إن شاء الله كنضيف خفيف عليكم بإذن الله وأن المحاطرة لكون لطيفة يعني وتقدم لكم معلومة رديدة أو تضيف لكم معلومة رديدة وتقدروا بيها بإذن الله تضيف options رديدة في شهركم في عادتكم بأمر الله تعالى بنهان اللي ميعا طبعا بقدوم شهر رمضان يعني نعم إحنا خلاص على أبواب العشرة الأواخر لكن الناس الله صحبه الله تعالى نكون من الربنات قبل منهم في الشهر دوت ونكون يعني من العتقاء ومن النار ومن المخبولين اللهم أمين وأنا أسألكم الدعاء يعني تدعونا بس إن شاء الله كده يعني سواء بركة المحاضرة حلوة أو وحشة ادعونا يعني رب يبارك لك جبل ما نسمع المحاضرة رب يبارك لك الله يكرمك الله يكرمك طيب معنا بركة الله نبدأ عشان إن شاء الله من أخركمش معانا بإذن الله يكون محاضرة سريعة كده فركة المحاضرة هي عن direct composite overlays تمام المحاضرة هتجاوب على ثلاث أسئلة بمنتهى البساط how when why امتى أو يعني خلنا ناخدها من الآخر الأول أنا ليه بعمل overlay أصلا عموما وامتى حتاج أعملها وإزاي أعملها تمام طيب هل إحنا كل حالة في العيادة هتحتاج overlay بنعملها بالcomposite قبل ما نكمل المحاضرة لا هو الأفضل دايما إن أنا روح للأبروتش الأسهل الحالة اللي محتاجة overlay أو only زي ما نعرف دلوقتها محتاجها امتى الأسهل والأحسن ننعملها indirect سواء بقى indirect composite أو indirect ceramic ده الأفضل والأحسن لك وليس time consuming خلاص لكن انت هتقبل بعض situations انت مضطر تشتغل direct خلاص فخلونا نجاوب على أول سؤال أخواي أنا ليه بعمل only أو overlay في العموم تمام أنا بعمل overlay لو عندي weak tooth structure تمام كده مش هايقدر ان هو بشكل ما زي ما نشرح كمان شوية وهضطر بقى تحديدا أعملها direct لأن أنا يا إما ما عنديش الوقت الكافي ان أنا أعملها indirect على two visits مثلا ولا الpatient عند الوقت الكافي انه ينتظر معايا لما اشتغله أول يوم مثلا أشيل الكيارز وعمل prep بتاعي واخد impression وليبه visit تاني عشان examination تمام أو حال الأخير الfinancial ان ال indirect دايماً بيكون أغلى شوية فالpatient مش هيقدر يأفورد الحتة دي مش هيقدر يدفع تمن ال indirect overlay لأنه غير عليه وفي نفس الوقت هو عاوز يconserve tooth structure بتاعته مش عاوز يحضر ويعمل full coverage وعلى حاجة يعني السنة تنفع تتعامل only خلاص ال only indirect بتكون أغلى من crown أو full coverage على الآن حتى على مستوى المaterial لو انت بتكلم في المعمل هتلاقي المaterial full coverage ونعمل زرك ومسلا بيكون أرخص من اللي او أي حاجة سرامرس عموماً تمام فبالتالي هو الpatient عاوز انت عاوز انت زر مش عاوز يحضر ويبهدر السنة وفي نفس الوقت مش هيقدر يأفورد الحاجة ال indirect عشان سعرها يغالي على شوية فهنبقى مضطرين نعمل indirect يبقى اما في حالة انا ما عنديه هناك لدكتور ما عنديه الوقت الكافي الpatient ما عنديه الوقت الكافي لل indirect يعني او فلوسه مش كافي فهنا ساعتها بجو for direct overlay ده كده وي انا اللي بلجأ ليه هو ان بقى امتى هعملها زي ما قلنا لو remaining to the structure بتاعتي لأن كسب واحد او عدد من الكسبات كان ضعيف ومش هيقدر resist the occlusive forces سواء كان inside forces او bending forces وهنفهم الحتة دي كمان شوية خلاص طيب او ان انا جاي لسنة اصلا فيها fracture لكسب واحد او عدد من الكسبات او قول مثلا مرصور اتسر من لأي سبب ما تمام او المش مثلا دنيا تمام بشيء المش ببص لقيت في الفلور الكافيت القديم في crack لكن في النهاية ان الحالة ما وصلش لدرجة مثلا تمام وموضوع الكراك ده موضوع طويل شوية ممكن ان شاء الله تبقى تقرأ فيه وتستفيدوا منه شاد في الموضوع ان كل دول هتخليني محتاج اعمل خلاص امتى هعملها نرجع على السؤال اللي فات اللي هو هعملها ليه عشان انت ما عنده وقت او او تمام فلو اخذنا امثلة سريعة مثلا الكيس اللي هو ده الما دي كانت جاي في ده كان اتكسر منه الجزء واتكسر منه زي ما احنا شايفين كده خلاص فاول حاجة قبل ما اخذ اي قرار هو من بعيد كده بين التوث ستراكشر الباقي ده ضعيف لكن برضو انا محتاج اكون على حاجتين رقم واحد الانسنا دي فايتل او انا اضطر عامل اندو وده لأ وثاني حاجة ادخل اشيل ال ال القديم وال ستن ال اللي تحت او اللي تحت وبص على ال لكن الوضع بتاعي بعد ما شنا معظم الكيرز دي سن خلصناش بس شنا معظم وشنا ال فالباقي كده من التوث ستراكشر باين انه ضعيف وانا هنتعلم مع بعض كمان شوية ازاي نحكم على التوث ستراكشر بتاعنا ازا كان ضعيف ولا قوي وامته القرار اننا نعمل او خلاص فالحالة دي اتخذنا فيها قرار حالة تانية كانت جاي زي كده كانت عامل اندو خلاص او سوري يعني هي كتفتح اكتز وخلاص اتش الاندو بتاعها وكان عندها فراكشر للباك الوول كاملا بتاع الابرسر تمام بعد ما شنا الالدو فالانج وزبطنا وشنا الكيرز واو لاخره لانا حالة زي كده مثلا النور سكس ده كان في الوضع 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 كل شكويته ان القصر من احد الدستل كما شايفين كده بعد الاندو وعند الوضع الاخر وكان في الوضع 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 اتهبنا الوضع لهذا الشكل طيب جينا نبص على الوضع لانا ان في كراك ماشي عند البيز هنلاقي ان في كراك ماشي تحت هوت في البيز بتاعة والميز هنا وفي كراك هنا تمام فالكراك هنلاقي ايه 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 لو جينا نبص على الاوكلوجن بتاعنا عموما عشان نعرف ايه 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 فكرتها وبلد يقال لها ايه احنا عندنا نورمال اوكلوجن بتاعنا بيكون حالة من اثنين في البوستيريور تيت خلاص بشكل سمبل اوي 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 في عندنا كونسبت اسمه ترايبود اوكلوجن كونسبت ترايبود يعني فيه ثلاثة فيه ثلاثة حالية اهو زي ما احنا عارفين ان احنا البوستيريور تيت في برك وفي لينجوال او بلات في حارة بنسميها الفانشنال كسب او الكسب العامل اللي بيضحن الاكل بتاعنا وفي حارتين اسمها نون فانشنال كسب او سببورت كسب تمام في الابر تيت لو الابر بتاعته عادية خالص ما فيش عنده أو سنان ميلة أو سنان طلع عبك او داخل لينجوال فالمفترض الابر تيت تحديدا الابر هو البتل والفانشنال هو البتل طيب في اللور الفانشنال هو البتل والنفانشنال هو اللينجوال طيب لو البيشن ده بي لمعين يا عبد ويقفل سنان وعلى بعضها لو انا لقيت ان الفانشنال بتاع السنة سواء بقى قبر او لور بيقفل مع في اللي اللي فوق ده اللي بكتوه عليه الفانشنال لو بصنا عليه هنلاقيه عمل تاتش مع في كم نقطة في ثلاثة في السنتر الفصة انا هبدأ شور بالبوينتر اهو عمل تاتش بالتب بتاعته في السنتر الفصة وبعد كده عندي البتل بتاعه وعمل تاتش مع بتاع البتل في اللور والسلوب بتاع وعمل تاتش مع بتاعته في ثري بوينتر بتوع البتل في الابر طب البتل في اللور العامل برضو تاتش في ثري بوينتر وعمل مع البتل سلوب ومع بهذا الشكل في ثري بوينتر لما الپشن يعض الفورس اللي هنا نازلة كبيرة قوي ازاي هلاقي في فورس بنشاول لها باستهم اللون وزيتي ده او الاخضر في فورس قصاد الفنشن بتب بتاع كل السنة بتتنقل للسنة اللي قصادها اجزيا ماشية مع بتاع السنة ده هو بتاع القبر وده بتاع اللور خلاص كده ده كده بنسميها ضغط هي بتضغط في اتجاه بتاع السنة وده ده احسن وضع او ده احسن فورس تنزل ع السن عموما خلاص كده لما يكون عندي بوستيرير توث سوري لما يكون عندي بوستيرير توث احسن احسن اتجاه للفورس اللي ينزل عليها يكون اجزيا اللي ماشي مع السودة دي في فورس راحة كده وفورس جاي كده وواحدة وواحدة كده والدنيا هنا دي مش هي رايحة لاترة بتعمل ع القبر وريدت بص على الفنشنال كسب بتاعه اللي بكتو على fc في القبر وهو بيضغط على السن اللي تحت بيعمل ايه الفنشنال كسب اللور دلوقتي بيتضغط بالكسب القبر عشان يروح بكل خلاص كده والكسب اللينجول بيتضغط عشان يروح لينجول ده تنشن بقى اسمه شد استنى بتتشد البر خلاص لو ريت عبص على الفنشنال كسب اللور وهو بيتزق من الفنشنال كسب القبر عاوز يروح بكل بس ما بيقدرش يتحرر بكل لان النون فنشنال كسب القبر سنده سند عليه طب النون فنشنال كسب اللي في اللور ما فيش حالة سنده من بره فبيروح نحي تلينج والعجس بيحصل الفوق الفنشنال كسب اللي تحت لما يقفل في الفصة في القبر هيزق النون فنشنال كسب او هيدفع انا من النون فنشنال كسب القبر نحي تتبكل ومش هلقى سنده بالشكل ده فبيقع تنصيل فورس على النون فنشنال كسب السلام في القبر او في اللور التنصيل فورس دي بتتركز قوي طب التنصيل فورس دي تعمل ايه التنصيل فورس على بتاعتنا اي ما بتحبش التنشن حبش تمام يتحب مثال بسيط جدا لو انا عندي لوح ازاز لوح ازاز عادي خاص وحط مثلا على المرتب عندي لوح الازاز على قد المرتب بالزبط لو انا طلقت وقفت بوزني كله فوق لوح الازاز ده في الغلب ما بتكسرش ليه لاننا دلوقتي عام ايه انا ضاغط على لوح الازاز هو فقط وهو مضغوط وفي تحتي المرتب بيرزست الضغط بتاعي فالفورس نزلة اجزية كده لوح الازاز ما بتكسرش طيب لو انا جبت نفس لوح الازاز ده تمام انا هتربط مثال بسيط اهو انا مثلا معاي هنا نعتبر فبقى فيه جزء support دهواط على المرتب والجزء واقف على الهواء لو انا ثبت الجزء support ده وضغط على الجزء unsupported من هنا لوح الازاز يكسر ليه لان الوقت عملت tension انا الوقت تانية عملت bending او تانية المادة البرتل دي اللي هو اللوح الازاز فيحصل فراكش تمام كده فترايب اكلوجن اه البيشن تستنى بتقفل عبادة كويس لكن force علي قوي فيه concept تانية في occlusion اسمه long center هو ان احاول اخلي force اللي نزله على السنان اجزة فقط compressive فقط اللي هو ازاي اخلي يعمل touch في الفصة اللي قدامه في opposing tooth في الابر بس وال functional test في الابر يعمل touch مع center الفصة اللور وبس ما يبقاش خابط في الابر او اللور زي ما انت شايفين الناحة التانية فيبقى force اغلبها كلها compressive ضغط وفقط ما يحسسش كبيرة نقول almost compressive عمرها ما تبقى بيور compressive خلاص فهنقول almost compressive فانا بقلل تنسى forces جدا 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 فبالتالي بطول عمر السنة بوقعش عليها unfavorable forces طيب انا ما مشكول بيش انت يخش عاد اشوف الاكل جدا عمل ازاي ممكن يبقى بسنة مرسورة اصلا او داي في مشكلة خلاص انا قادر اعمل الاناليست دوت لو بيش نستمر كلها سليمة اشياءات في الموضوع احفظوا السلايدي مهمة جدا جدا خلاص اشياءات في الموضوع انا دلوقتي ايه اللي بيمنع السنة بتاعت ان يصل لها سبلت لانترة التنساء الفورس اللي تبقى فيها ليه ما بتتفلقش نوصين بشكل مبسط جدا انا عندي فيه ثلاث حاجات في بتاعتي بيرزيست سبلت يعملوا رزيست 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 سبلت خلاص ايه هم واحد اتنين زي ما انتم شايفين في الصورة دي كده دول الروباطين او حزمين الامان اللي بيمنعوا السنة لانترة نوصين واحدة تلتة مهمة قوي 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 اسمها الانتر اجزي الدنتين الدنتين اللي بيربط البت باللينجو الخلاص كده التلت حالات دول مهمين جدا 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 عشان يمنعوا بتاع السنة تمام اللي بكل اللي يكسر بكل ولا اللي اللي يكسر لينجو انا لما بدخل في سنة ابدأ اعمل احفر السنة واعمل فيها او حفرة انا لو بكلم على نطاق سيمبل فانا على الاقل بدأت ان انا اشيل شوية في الانتر اجزيال دنتين خلاص لو فانا بشيل ولو هو مع فانا شايل وشايل كل ده انا طب لو فتح الموضوع بقى اكبر واكبر خلاص طب لو فتح ام او دي والسنة وفتحت معها اندو اللي بيحصل في السنة او بقى عالي جدا ليه لانا اقطع الاربطة دي تمام تعال تخيل معي حضرتك مثلا لو في شخصين وقفين قدام بعض ومربوطين متوصلين ببعض احبال حبل مربوط في الشخص ده والشخص ده عشرة احتباع وفيه واحد بيحاول يشد الشخص ده عشان يوقع واحد بيحاول يشد الشخص الوسط عشان يوقع طول ما اللحبل دي موجودة الشخصين ده صعب ريدا يوقع طب لو جينا واحد في النص بقى بدأ يقطع اللحبل اللحبل دي بالمقص يقطع حبل وراء الثاني وراء الثالث والرابع والشخص انتو بيتشد كل ما حاب يتقطع هتلاقي كل واحد منهم بدأ يميل لبرة شوية حاب تاني يتقطع يميل اكتر التالت يتقطع يميل اكتر وارتر وارتر لحد ما العشرة يتقطع فدا يقوم واقع ودا يقوم واقع ده المثال كل ما انتو بتشيل في الانتر اجزل انتين مع المارج الريجز البركة الول واللين والول بيتفصلوا عن بعض فهم فين يحصل دفلتشن عالي قوي فتلاقي سنة بسلس بلاتين خلاص فكرة الوفرلي او هو ان انا امنع ايه الدفلتشن ده يعني لما يكون عندي مش هيقدر زي ما اعرف حاملين شوية ازي حكم برودو ولي هما اتنين ضعاف يعني وبعد كده يغطي يغطي يوم تاني خلاص فلان لبست السنة بتعطي كاب مش من فالكاب ده بيعمل هو اللي بيستقبل الفورس كلها وينقلها للتوث التي تحتاج عليها ضغط فبالتالي انا طولت عمر السنة البلدران اللي كان الضعيفة اللي مش تستحمل الدفلتشن صغطها ومتم غطيها بكاب فالكاب ده هو اللي بيستقبل الفورس كلها هو اللي بيضغط واللي بياخد على باغه انما التوث التحتي بقت محمية من التنشن او من الدفليكشن دي الفكرة العامة بتاعت الاوورلي الاوكلوج اخو ابواخ باني الفورس بتضغط ازاي ده بيروح فين وده بيروح فين لو احنا عندنا كسب واحد بس لضعيف وعملنا وعملنا ونغطي ونقول وانا اشتغل على الكسبات كلها تمام طيب نتنقل الموضوع اللي بعد كده ايه بتاع كل كسب اللي اقدر اقول لحد الكسب ده الكسب ده هيقدر يرزيست التنشن لو اقل من كده فالكسب ده ضعيف ما يقدرش يقاوم التنشن فلو سبته هيكسر فانا محتاج عمله الوضطي عشان اطلع الوضطي فوقه تاني وعمل اغطي خلاص لو اتكلم على سن فانا معي معي الحد اتنين ميلي في يعني لو عندي وخلصت الكافة يهوات امتلاب الكاليبر بتاعي او الاداية اللي انا بقيس بها التنش بتاع الكسب تمام اتقدروا تتعملوا على سرش من الاسف نستي ده احط الاسلايد دي في المحاضرة او شكل الكاليبر يعني واسبط انت الكاليبر اللي بيقاسه بالفتنس بتاع الكراون او الفنير او كده وبدي ايه الفتنس بتاع الكسب ده الفنشنل فنشنل كسب بحط الكاليبر عليه وافضل طائع نازل بطول الكسب كده اشوف او ارفع حتة فيه فين لو ارفع حتة اتنين ميلي او اكتر هذا وقوي ويقدر يستحمل معاه وقدر اسيبه في حاله ما لعبش فيه تمام طب لو كان اقل من اتنين ميلي لو كان اقل من اتنين ميلي في الحالة دي امحتاج اعمل اقل للهائت بتاعه بمقدار قد وبعد كده اعوضها بالرستوريش احنا مثلا مع الـ فانا اعوضها بخمبوز تمام يعني هرجع على الكسب تاني لفول انت بتاعه بس بالخمبوز يبقى الفانشنال كسب معي الحد اتنين ميلي اقل من كده لا اعمل الريدكشن طب الان فانشنال كسب لو رجعت ال هتلاق ان مين اللي بيقع عليه تنسا فورس اكتر الفانشنال ولا الفانشنال والتنسا فورس دي فورس مدمرة لل والتث ستراشتر القدام دي فالنن فانشنال كسب بيقع عليه تنشن اكتر خلاص فلو انا عندي الفانشنال كسب البيس بتاعته من تحت عند الفلور بتاعة الكافتي الثتنس بتاعها اقل من ثلاثة ميلي يفضل في الحالة دي ان انا اعمله خلينا نقول يعني البيس ثلاثة ميلي ده المينموم بتاعته ليه هنا انا قلت اكتر من الفانشنال لان الفانشنال في الغالب بيتعرض ل انما بتعرض ل فالتنشن اكتر محتاج اكبر عشان يقاوم الفرصة دي فعشان كتا بنقول ان يفضل في البيس بتاعته ما تقلش عن ثلاثة ميلي تمام طب لو كان اقل من كده يعني او البيس بتاعته واحد ونص ميلي مسلا اعملي ساعتها انا محتاج اعمل الريدردشن لهذا التاسب بمقدار من واحد ونص الاثنين ميلي برضو عشان ارجع اعوض بالكمبوزت بتاعي تمام كده بحيس ان هو ما عادش هيقدر يقاوم التنشن فانا بغطي واغطي بالكمبوزت فالكمبوزت بلي يستقبل التنشن وينقله للتوث تحت تحت هي على هيئة ده لو باتتلم في سنة ومعنى تلمة بصوا كده هنا البلب بتاعي هوت انا مخسرتش شوية الدينتين اللي فوق البلب شوية الدينتين دول البي شوية الدينتين اللي على السنة النون فايتل يعني خلانا اخب مساء الاول سوري دي سنة فايتل هاي كان تمام كان في وشوية كيرز وبتاع المهم يعني بعد ما نظفنا كل الدوشة دي لقىنا ان ده انا بشار عادي بالبوينتر ده ده بقيس بتاعه هو كان في اللور هو فكان التكتنس بتاعه كام قبل ما اقول كام المفترض ان اتنين الكسب ده كان التكتنس بتاعه حوالي واحد وتلاتة من عشر بقيس اللي بتكلم اريد اي اخص واحد تلاتة من عشر ففي الحالة دي محتاج لعمل ايه محتاج نعمل الهي بتاع هذا الكسب بالمقدار من واحد ونص الاثنين ميلي عشان هو ما يقدر يقاوم اللاترال فورس او فورس فالتالي فبالتالي زي ما انتم شايفين هنا عملت له هو الوحد وشيسمنا كلها ده الكسب الوحيد اللي كان ضعيف بصوا من المنظر ده اهو ده الكسب الوحيد اللي كان ضعيف فاحنا عملنا كانت مناسبة فعشان كاسبناها الخط اللي انت شايف في البلد في ده مش تمام ده ده اتفقنا كده ده مثال تاني سنة فيتال اهو السنة اللي كان فيها وشلنا وشلنا ورقينا ان الوالز بتعاتنا بهذا الشكل مش موجود قريدي جاي مكسور لو انتم شايفين لسه في بواقية ريستوريشن هاي بعد ما شلتها وإست بتاعه كان حالي واحد ونص برضو مش كافي طب كان كل واحد فيهم كان اتنين ملي في البيز ولو انتم نحظين دون نحت السفن اهو في كراك ماشي تحت اهو تمام لان ده اصلا كان فيه قديم وفي قديم على هذا والكاسب ده اصاله ايه اصاله مع العبض يروح كلما البيشن عبض يروح فبالتالي ما عادش قادر يقاوم فبدأ اظهر في كراك اللي هو لقد البيشن تستنت شوية كان الكاسبات الضعيفة دي تمام جيتم لها سنة برضو حالة زي دي كانت سنة وعند مرسور بدأت ان انا اشيل الله اكتشفت ان فيه كمان تمام كان فيه هنا واكتشفت ان فيه كراك ماشي تحت اولا لو انتم شايفينه ماشي في البيز بتاع واضح جدا انا عاوز اقول لكم ان انا وانا بكمل بعد الخطة دي بعد الصورة دي اعجب بكمل كده ان بتاعي مجرد ما خبط في الكاسب واحد لواحده فعلا طار الواحده يعني مشان اللي شايف هو طار الواحده فالوقت كله مش موجود خلاص طب كان اقل من تمام فانا اخدت القرار بان انا اعملهم برضو الحالة دي عموما انا خلصتها ان برضو هو او واحد تمام كده طيب حالة زي دي برضو كانت جاية كان فيها كان دا الوضع بتاعنا زي من شايفين ضعيف عندي الجروف اللي ما بينهم كان فيه كيرز تمام كان كده مش صغير كان كبير كان فيه كيرز تحت فلما فتحناها السن الحرفية كانت مفتوحة على البحر خالص م او دي وال ضعيف فاول بركة ضعيف فعمل نانها كلها زي ما انتو شايفين تمام كده السن الفايتل طيب النان فايتل بقى النان فايتل معناها معناها ان انا دخلت بالبير بداي عملت وشلت ودخلت كمان على البلب فانا تخلصت من الانتر اجزاء دينتين كان موجود اللي هو شوية الدينتين اللي كان فوق اللي شاورنا عليهم في الصورة اللي فاتت في النان فايتل توث بقى ما بنحسبش بالملي والنص والربع والثنين ملي والثلاثة ملي وبتران دا لا خاص هنا هرجع بالذاكرة بسرعة لحتة التلات حاجات اللي كانوا بيمنعهم التوث سبريت في السنان النان فايتل انا بتعامل مع كل كسب في السنة كأنه سيبر تيونت بقيم وكل كسب المفترض يكون قدامه وجنبه لو الاتنين مش موجودين هذا الكسب في هذه الحالة بيكون مهما كان ومهما كان طالما الاتنين دون مش موجودين اللي هو اي وال اي كسب في سنة هتلاقي ما فيش جنبه ما فيش قدامه انتر ارزل دين ما فيش جنبه على طول خط قرار وانه بتعمله طيب لو موجود وسليم بس الانتر ارزل دين دين مش موجود يعني مثلا حالة فتحة اندو والكفتر كان فقط تمام لا اقدر اتسيب الكسب ده وساعتها انقله على حتة اشوف بقى هل اقل ملي دو مش موجود يغنى عن يعني يعني يوجود واحد فيهم يغنى عن التاني الاتنم مش موجودين ده الكسب ده ضعيف نشوف حالة مثلا هنا القبر سكس ده معمول اندو تمام نقيم كده نقسم السن على هي هنلاقي عندنا ناخدها من وال اللي بيربطوا بال الكسب لقدامه ما فتحناش في حاجة فالكسب ده مش عامل في حاجة هسيبه سليم زي ما هو طيب الكسب الكسب فهسيبه زي ما هو فتمام وال وقدامه سليم فيبقى الكسب ده يبقى النص الدستل ده النص ده على بعض وكلا ستبورت قوي يستحمل الفورس فهسيبه مش عام في أي حاجة نريبقى الجوز الميزية لو بسطت عن الميزي بلد الكسب هلاقي ما عادش موجود الكيرز كان اكستنسف فاحنا على ما شلنا الكيرز اصلا كان الكسب ده كله تشال بسبب الكيرز فبالتالي ده خرج برا المعادل وكلا كان محتاج يتعوض اصلا انه موجود طيب نريبقى عن الميزي باكتل الميزي باكتل موجود لكن للميزي موجود ولا الانتر اجز دين تين اللي قدام موجود فبالتالي الكسب ده فانشنل ونفانشنل باكتل فقبر فقو الديفليكشن ريت عليه عالي جدا وموفيش هتمسكه قعب يتشد البرة مع الضغط بتاعي برا وموفيش حد يمسكه باللي قصاده فبالتالي الكسب ده اي كان بتاعه محتاج نعمل اقلي في الهيط واطلع فوق بتاعي عشان احول طب الحلقة دي تحديدا بعد ما عملنا بنبص من لانه في ماسك السنة بالطول هو بيفصل ما بين وميز ومص وكراك ما كانوا هنا تحديدا بيفصر لك ان دا كان صبورت والميز فبالتالي الميز بحصول اكتر من دا تمام كده فعشان كيف ظهر الكراك ما بينهم اول ما بنشوف دي بيفضل انها مامل من ان ان احضر اعمل زي من برا كده نص ملي مش اكتر عشان اعمل لها لما حط يبقى اعمل من دو الكسب ومن فوقه ومن برا فانا زي ما يكون بحضنه كده بحضن الكسب ده فبعمل و اهم حاجة ما عمل شي للكراك ما بضان شام شي وراء كده ملي بالطول عشان انا ما اقدرش احدد هو اخر فين انا كل انا محتاج لانا اقل او اللي بتقع على السنة دي عشان اقل فتحة اكسز عن الدكتور قابلي وحط البالبوتيك وبعدين عمل التنموية عصب زي ما بعض التانيترا بتقول يعني والمهم اشتكت من بين واحد الاخر وجاي عشان نعدل كل الدوشة دي فاحنا شلنا البالبوتيك اللي كان موجود وبدأنا نحن نعمل المهم هي اصلا كانت جاية والبكر الكسب كله مرسوف زي ميزا مرجنا ريتش ولا قدامه فكل ده ممكن يكسر فبالتالي عملنا ريدرقشن بهذا الشكل عشان نعمل تمام حالة ده شكل خلاص برضو اي بريمولر تخليها قاعدة سبتة في حياتك اي بريمولر هيفتح منك او او اي سن عموما على الفكرة هيفتح م وكانت زي دخلت عملنا لازم تعمل دي دي مية فاشف صور تقولي مش محتاجة الكراون الكراون ده بها يعني عشان يعني حسن زي دي اصلا هي طبرة ضعيفة فعشان لما اوط الكسبوات وهم عمل اجزة من برا كمان فانا انا اضعفتها بزيادة فحط الكراون يعمل اي انما الكفية ووفية بشكل خياله انت كده لما وطط الكسبوات وغططهم بال المسل انت كان منعت عنهم وخذت كله واقع على هي كمبريسيب ازي فال مش محتاجة كتر من جد تمام فسبتها قاعدة كده اي سنة دخلت اندو والميزير مش موجودين كمان يعني مفتوحة ودي كده وطي ودي في الغالب بنشوفها في كتير طيب في بعض حالات ممكن يبقى عندك مثلا زي الحالة دي وعمل اجسيبو ودخلت وعمل الاخر ودخلت الميزة سليم في الحالة دي اعمل ايه طالما الميزة محترم ومعتبر تمام من واحد روصة الاتنين ميل كده قدر اسيبه زي ما هو وعمل فقط وحافظ على الم سليم ودي تحديدا كان الميزة بسيط اهو بسيط خالص كده فدخلنا فتحنا كافية صغيرة على قد الكيرزة سوري فتحنا كافية صغيرة على قد الكيرزة اللي كان موجود لسه سليم ما تفتحش على كيرزة زي ما انتم شايفين كده فبالتالي قررت اسيب الوضع على هذا الشكل وعمل احنا محتلين في الهايط من واحد ونص الاثنين ميلي انا بعمل واحد ونص ولما اكمل الادرشن بيزيد من النص ميلي فبيوصل لاثنين ميلي فعند الميزة المفتوح في كافية صغيرة على قد الكيرز والردج اللي موجود في النص زي ما هو سليم مش محتل ان اشيل او افتح تمام زي ما قلنا ده اسمه الريتج اب ديزاين اي ديزاين للونلي او الوفرلي حاضرتك ناوي انك تعمل دايركت يعني هتعمل الدزاين بتاعك وعلى هتعملها دايركت مش هتعملها فيفضل المارجنز بتاعك كل اللي هتكون بفلد بكال ولينجول في كلاس 2 والردارشن بتاعك الوكولز يكون بفلد بلند بين الكمبوزت يصد بلند في فما يبقاش في كده احنا اتكلمنا ليه بنعملها ليه بنعمل وامتى بنعمل الوفرلي ورب بتاعنا بيكون عمل ازاي وما المقيس المعايير يممش عليها اخر حاجة معنا النهار دا بقي ازاي اعمل وانا هبنيها ازاي اصلا انا عندي ثلاث طرق في عندي حالة وعندي حالة اسمها وحالة اسمها فيها بشكل سمبلفايد خالص سريعا كده انا دلوقتي هترى موضوع ان انا فيه هيبقى متشال وعاوزين يبني الكسب اللي هيتشال ده لأوبشا من اثنين يا اما البيشنت جايجي اصلا سنته الوولز بتاعتها سليمة لكن انا بعد ما فتحت الكابت بتاعي كانت يرز وكان وقت من السنة يامد ورقيت انه خلاص الوولز بقى ضعيفة عدت اسمها ضعيفة ومش مناسبة فقط انا اخدت قرار الريدكشن 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 اقدر ان انا قبل ما اشيره واخسره اقوم بطي رابر بيز عارفين الاندرس اللي بنعمل في وفي المؤتمر بتاعنا بعمل الريدكشن او الريدكشن بقى ديب الريدكشن احط البطي احط فيه وعمل حتة صغيرة خالص وهم جاي بييد اعملها زي ولي وهم عمل لها على الريدكشن هنا مسلا في الحالة دي بتاعام الريدكشن فاخدت الريدكشن الريدكشن هو ليه بكل ويتغطى معي بعد ما بحصل المشروط وقص الحتة وبيتبقى معي الحتة البطي بس طب اهو ده كده بعد ما عملنا الريدكشن هنعمل الريدكشن وبعدين هعمل الريدكشن الريدكشن الوقت انا معي في ايدي برا بقول بيشن متسجل فيه شكل الريدكشن قبل ما يتشايل وده بقول بيشن هو اصلا اريد تشايل خلاص تمام فعمل ايه هاهم جايب الاندرس وجايب الكمبوزب بتاعي وهبدأ احطه في المكان بتاع الكسب اللي انا شلته هنا مثلا ميزو بكر اهو فانا بحطه مكان ميزو بكر ده كومبوزب بكر بالعادي خاطص وده بعد ما بعمل اتش بقوم جايب فلاب الكومبوزب وبحط دروب مكان الكسب اللي انا هبني اهو في دروب فلاب الكومبوزب هنا ودروب دي يسيبها متفقين طيب وبعدين بوم جايب الاندرس مرجعه تاني في بوق الاندرس 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 في حط الكومبوزب ههو هدخلها بو بايشن تمام بهذا الشكل وعمل لها سببورت بإيدي في مكانها وبعدك ممكن بمضي برش بالراحة ادخل من الدهن العرسية ازبط الادابتاشن بتاع الكومبوزب في مكانه باكان الكاسب اللي تشغل وهو عمل كيورينج هشيل الاندرس من هنا هلاقي الكاسب رجعت بنا تاني بشكل الاريجنال في نفس البوزشة بتاع بالظبط الطريقة دي اسمها تنفع الكاسب واحد او للجدار كامل لو انت هتعمل للجدار كله بس عشان اقدر اعمل الطريقة دي لازم قبل لازم قبل ما اعمل لازم الكاسب بتاعي اصلا كان يكون موجود وانا اللي هعمل له الريدرشن فباخذ الاندرس قبل الريدرشن تمام ده شكل الحالة بعد ما خلصنا طيب حالة تانية حالة تاتميرس هنعمل فيها جايد كاسب ربال اللي بطرق اللي فاتت وحارفة رديدة بس ماتر سيدان دي ايدي ازاي انا هنا عندي اصلا الحالة ايالي الريدرشن مش موجود فما فيش هناخد عليها اندرس والبلتة الريدرشن موجود والبلتة الريدرشن احنا قررنا انه هنا ضعيف ما فيش ميزة مارجن رج رامبو ولا دست مارجن رج ورا انتر ازاي دينتين قدامه فهو مش نافع محتاج الريدرشن في الهيد اثنين ميلي ونغطيه فهنا استغل الريدرشن مكسور فانا عملت ايه استخدمت الاندرس عشان ابني به البلتة الول الاول نقطة في الهو بالكمبوزت مكان بتاعي انترا اورال والاندرس بتاع اكترا اورال حطيت الكمبوزت فيه وامترا رايح مرجعه مكان ومتعامل كيوريك كده انا بنيت البلتة طب بالنسبة نازل جدا بالنسبة البكتة بقى الطرق دي انا بحبها جدا بقوم ببيها زي ما انتم شايفين كده وبقوم بحضتها بكتة مش بحطا انا بحطا بكتة خلاص كده وممكن عملها بالفلاب وزي ما انتم شايفين كده انا حط الماتريكس بكتة لي وسندها من برا بفلاب وابدأ من ناحية الكافة من دوة اعمل على الباند وابني البكتة او الجدار اللي مش موجود وممكن كمان سننتها بوجين من الجنب زي ما انتم شايفين حاطت وجين كده وسننتها بهم. وهم تباني عليها دي صورة اللي ليها من هي كان ناحية البكرل البند دلوقتي ناحية البكرل عملنا وحطنا نقطة تحت هوت عند المارجن في الابل وعجبا تحط البكر بالكرمبوزيت وعملت وعمل وامت عامل وده شكل بعد ما تبنى باستخدام البند. بعد يا بنيت الميزر والديستل وده شكل الحالة دي بعد ما خلصناها خبص. تمام? فكده احنا جمعنا بين طريقتين. طب ممكن في بعض الحالات يجيدي سنة فيها كسر في واحد فقط. هي مرسولة قريدي اصدق. فانا ممكن باستخدام السادل متريكس لو انتم تعرفوها. تمام? ابدأ ان انا الف متريكس على السنة بتاعتي بالهولدر بتاعها. وابني الميسن لكاسب ده الاول. وبعد ما ابنيه ارجع بقى احط بتاعتي عشان ابني وخلص السنة بتاعتي. تمام? فانا برضو ده مترس باند ايدت بس ده حاجة سمبل لو كاسب واحدة المرسول وما كانش موجود عندي مشانا اللي عمله فما كانش عندي فقدر استخدم الطريقة على السادل مترس دي او ممكن حتى بس بس مدى المبني كامل انا بابني الكاسب المرسول فقط. تمام كده? الطريقة الاخيرة هي طريقة الفريهند وده طريقة انا مش براح شرحها بصراحة انا طايم فونسيومين جدا ومعملتهاش تقريبا في الحلقة دي بس. هو ان انا بعد ما عملت بدأت ابني الباكة الوول واللينجرول والينجرول انكريمينز واي انكريمينز. احط طبقة وعملها كيور احط طبقة تانية فوقها وعمل كيور احط طبقة فوقها وعمل كيور. لحد ما وصلت للشكل اللي انا عاوزه. زي ما شايفين كان الكمبوز بتاعي كله رف خلص ازاي طبقة اطفق بعضها. وبعد كيه بس قبل ما اكمل اعملت بس شوية كده عشان هتخلص من الزيادات اه هو بهذا الشكل. كل ده ما بدي فري هند وبعد كيه اعملوا بستون. وبعد كيه حطيت بتاعتي عملت تاني وعملت بهذا الشكل. تمام? طبعا احنا هنا في المحاضرة دي اتكلمنا عن امتى بحتاج اعمل انا بعمل اوورلي دي. وامتى بعمل اوورلي. تمام? وازاي بعمل اوورلي كبرب وتبلد اوب. هيبقى ناقصك بس انك تجمع ازاي تعمل ما هي بيكون فيها مش موجود مش موجود او وبعد كيه عندي وديستل وول. الميزل والديستل اللي احنا كنا عاملين محاضرة حتى اكتبسة بقوله دكتور ندراس عليها المحاضرة ديت تخص ازاي قدر اختار عشان يساعدني في بتاع المحاضرة موجود على الصفحة الشخصية بتاعتي ودكتور ندراس ان شاء الله ينوها عنها برضو وهيسبكوا اللينك بتاعها بحس تقدروا ترجعونها. بإذن الله تلقوها تلقوها في لينك دكاترة على اللايف هذا اول ما نكملوا البث هنحنحطوها في لينك ممكن ترجعولها بإذن الله هي في صفحة الدكتور احمد ماشي. تمام. ترجعولها المحاضرة مربوطة بالمحاضرة هل. خلاص هو ان شاء الله المحاضرة هكون مسجلة مش هتتحزف. فان شاء الله في الكافشن. الله يكترون وارفة هو الكافشن بتاع المحاضرة ان شاء الله. هل في حد طلب منك ولا لا انا ما طلبتش منك واحرجتك دكتور صح? لا لا خالص والله لا 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 لا. طبعا الناس من اول المحاضرة هما يطلبوا حفظها وكذا ولكن انا اخذت عهد. انا لازم ترون محفوظة عشان الحبيب يريعلا في اي وقت. اكيد مش بالنس وصلتها يعني. الله يبارك. فان شاء الله في الكافشن بتاع المحاضرة على صفحة الدكتور احمد سيكون فيها اللينك بتاع المحاضرة اللي بقلوب عليها. بتاعت الماتر سيستم. فيبقى ديت مع المحاضرة بتاعتها النهاردة مكملين لبعض. فتقدر ان شاء الله تتعامل مع الأوفر ليه بشكل وسط وسهل. انا ساعدت لدم بكم في المحاضر الى اتمنى كنت خفيفة يعني. اه واتمنى حمد ان اكون قدرت اوصل لكم المعلومة. ازاك الله. او ازاك الله. خلصت اضافت لكم يعني. الخروج الى الجنب دوت عليه الاو عم ترسكان نج هو عليه كل السوشيال ميدي اكاونتس بتاعتي اللي حابي وصلي في اي وقت طبعا نتغذركم. اه وشارفنا بريد أن نتواصل معاكم في اي وقت. اه اه انا كده خلصت ازاك ندبرز. انا كده خلصت ازاك حقك أمانة جزاك الله وكل الخير ولك من قلبي كل الحب